خمسة وثلاثون قتيلا على الأقل وعشرة جرحة في انفجار مزدوج هزى مؤسسة حكومية في منطقة التاجي التي تبعد خمسة عشر كيلومترا شمال بغداد الانفجاران استهدفاء المجلس البلدي ومكتب الجنسية في التاجي ضابط في الشرطة أكد أن الهجوم استهدف اجتماعا ضم قادة شرطة القضاء وكبار شيوخ العشائر ومسؤولين محليين لمناقشة تحسين الخدمات الأساسية مضيفا أن انتحاريا يقود سيارة مفخخة اقتحم الباب الرئيس للمجلس البلدي وفجر نفسه ما أسفر عن أضرار مادية وبشرية وبعد تجمع الناس ومحاولة إنقاذ الضحايا أقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على تفجير نفسه وسط الحشود ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا أعمال العنف تصاعدت في العراق بالترافق مع خطة انسحاب القوات الأمريكية المقررة نهاية العام